اشتركوا في القناة درس علم المناعة هذا الدرس الذي يشكل الوحدة الخامسة في برنامج علوم الحياة والأرض لشعبة العلوم الجريبية مسلك علوم الحياة والأرض قبل أن نشرع في تصحيح أدعوكم عزيزي التلاميذ لنتذكر مختلف المعارف التي يتضمنها هذا الدرس والذي يدخل في إطار المرجعي لامتحان البكالوريا فدرس علم المناعة فهو يتضمن أربعة محاور مفهم الداتي وغير الداتي المعارف الأساسية تعريف المركب الرئيسي للتلعوم النسيجي مفهم الداتي الواسمة الثانوية نظام APO مفهم غير الداتي والذاتي المغيار الخاصية الوراثية لمركب سيم أش وسائل دفاع الجسم عن ما هو ذاتي بما في ذلك مفهم الاستجابة المناعية الاستجابة الطبيعية الاستجابة التهابية البلعامة أهمية تكميلة الاستجابة النوعية بمسلكيها الآليات الاستجابة المناعية خاصيتها أعضاء الجهاز المناعي أصل الخلايا المناعية موقع نوضج اللنفويات مراحل الاستجابة المناعية تعاول الخلاوية الاستجابة المناعية بعض طرابات الجهاز المناعي العناصر والآليات المتدخلة في الأراجية نتيجة الحساسية المفرطة داء فقدار المناعة المكتسبة ابتداء من بنية فيعاش دورة تكاثوري تأثير يعلم فوية التاربعة وما راحل تطور السيدة ثم وسائل تدعيل النظام المناعي تلقيح الاستمثال وزرع النخاء العظمي كما تعلمون أن الإطار المرجعي تضمن كذلك المهارات التي من المفرط تملكها لجياز الامتحان ومن بين هذه المهارات تحليل معطيات جريبية حول الذاتي وغير الذاتي وصف وتفسير مظاهر كل من الاستجابة التهابية والبلعامة تطبيق الاستدلال العلمي من قبيل طرح الإشكالية اقتراح وتمحيص الفاردية اقتراح بروتوكول جريبي على معطيات هذا الاستدلال على معطيات ترتب بطب الاستجابة المناعية استغلال معطيات مكتسبة وطائق لتفسير مظاهر وآليات الاستجابة وذلك وفق منهجية علمية التعبير البياني عن مظاهر وآليات الاستجابة المناعية هذه المهارات فهي تدخل في الشيق الثاني من المتحان كما تعلمون فعال المتحان يتضمن جزئين جزء أول مخصص للاسترداد المعارف وهو يتطلب ضبط مختلف المعارف الموجودة في كل واحدة ويضم أسئلة قبيل تعارف صلب سهم أسئلة ذات إجابة قصيرة ثم هناك جزء ثاني المكون ثاني هو الخاص بالإستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني وهنا أنتم مطالبين بجمعة من المهارات لهذا أقترح عليكم تمرين يخص المكون الثاني لإستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني وهو تمرين مستخلص من تمرين الرقم 4 تمرين الرابع من الامتحان الوطني لسنة 2019 الدورة العادية لاحظوا أيها الزيالي التلميذ أن التمرين دائما يبدأ بمقدمة هناك تقديم هذا التقديم يتضمن الإشكال الإشكال الخاص بهذا التمرين هناك وضعية قويمية يجب قراءتها بتمعون لمعرفة ما هو مطلوب هناك وضعية لحل هذا المشكل يقترح تمرين مجموعة من الوطائق هذه الوطائق ترتبط بأسئلة لاحظوا الوطيقة الأولى هناك السؤال الأول الذي يطلبه طلب الوصف ثم الاستنتاج كذلك هناك تمرين ثاني هناك وطيقة ثانية مرتبطة بسؤال آخر ثم هناك وطيقة ثلاثة والوطيقة أربعة السؤال الثالث والسؤال الرابع إذن يجب كيفية تعاون مع الوطائق وكذلك فهم السؤال من خلال الانتباه للسؤال هنا أفعال إجرائية فهي مكتوبة بخط واضح لاحظوا إذن يجب معرفة لفهم المطلوب إذن لاحظوا دائما هناك وضعية في البداية يجب قراءة التقديم بتمعون لمعرفة المشكل سنبدأ بقراءة التقديم لهذا التمرين تمر الإصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة في VH عبر مجموعة من المراحل تعتبر السيدة البرحلة الآخرة من التعفون وتتميز بظهور الأمراض الانتهازية تسمح معرفة آليات الاستجابة المناعية ودراسة رد في المصابين بالفياش وواقف الفيروس للباحثين من التفكير في إيجاد لقاح ضد هذا الفيروس تقدم الوثقة واحد تطور عدد لنفوية T4 والحمولة الفيروسية نتيجة تعفون بالفياش ملحوظة تمثل حمولة الفيروسية تركيز الفيروس في الدم ويتم التعبير عنها بعد نسق IRN الفيروس في كل ميليليتر من البلازمة إذن لتتبع الحمولة الفيروسية تم قياس عدد نسق IRN في كل ميليليتر من البلازمة السؤال بالاعتماد على الوثقة واحد سيف تطور عدد لنفوية T4 والحمولة الفيروسية ثم سنتيج تأثير تعفون بالفياش على الاستجابة المناعية إذن آيزة التاميد هنا في الوضعية الأولى نحدد ما هو المشكل هنا إذن معرفة الآليات الاستجابة المناعية دراسة رد فعل المصابين بالفياش ومن أجل إيجاد لقاح لدى هذا الفيروس إذن من أجل إيجاد لقاح لدى هذا الفيروس وفي البداية معرفة آليات الاستجابة المناعية إذن ستقترح مجموعة من المعطيات أولى هذه المعطيات هو تتبع الحمولة الفيروسية وكذلك عدد اللنفويات T4 نتيجة على إثري تعفون بالفياش عند المصابين إذن هنا دائماً نرجع إلى الدرس العيزة التاميد بالنسبة لهذا التمرين هذه الوضعية التقويمية فهي ترتبط بدرس علم المناعة وبالضبط هناك المحور الثاني المرتبط بوسائل الدفاع النداتي وكذلك المحور الثالث المرتبط بعض الترابات والترابة هنا هو داء فقدان المناعة المكتسبة الناتج عن تعفون بواسطة فيروس VH الآن لنجيب عن السؤال هنا مطلب هو صف لاحظوا صف تطور عدد لنفويات T4 والحمولة الفيروسية ثم استنتج تأثير تعفون إذن لنصل إلى استنتاج تأثير VH على الاستجابة المناعية عن طريق قياس كلمة T4 إذن الآن نحتاج إلى الوصف إذن لوصف هنا الوثقة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مبيان يتضمن ماذا يتضمن هذا المبيان؟ يتضمن منحنيين منحنى بخط متقطع ومنحنى بخط متصل إذن يجب معرفة كيفية قراءة المبيان لاحظوا على أن المبيان مكون من محورين عموديين محور الأراتيب وهناك محور الأفاصيل بدلالة الزمن في البداية كان بالأسابيع ثم السنوات إذن يجب الانتباه هنا إلى مفتاح هذا المبيان إذن الخط المتصل للدلالة عن الحمولة الفيروسية والتي عبر عنها عدد نصخ الـ IRN إذن نقرأها هنا على اليمين لاحظوا على اليمين لدينا محور مدرج وهذه التدريجات خاصة بقياس الـ IRN في عدد نصخ في كل ميليليتر من القلازمة وهنا على الياسار لاحظوا في الجهة الأخرى لدينا قياس عدد لنفاوية التي أربعة عدد لنفاوية التي أربعة وهناك قياسات توقل وحدة هنا في كل ميليليتر من الدم إذن مطلوب منه هو الوصف إذن يجب وصف هذه التغييرات التي يعبر عنها المنحنانين إذن نبدأ فيما يخص لنفاوية التي أربعة لاحظوا هي إزاي التلاميذ هنا بالنسبة الوصف إذن وصفنا سيتضمن بالنسبة عريضة نقول بالنسبة لنفاوية التي أربعة ثم بالنسبة الحمولة الفيروسية يعني عدد الـ IRN في كل ميليليتر من البلازمة نبدأ بتحليل عدد لنفاوية التي أربعة ما نلاحظ هل هناك تغييرات كثيرة بالنسبة لنفاوية التي أربعة إذن نلاحظ أن في البداية سجلت ما يقارب أزياد من 900 خالية في كل ميليليتر ثم بعد ذلك بدأت تنخافض إلى أن وصلت إلى عدد تقريبا إلى 50 إذا قمنا بإسقاط عمودي هنا تقريبا إلى 50 خالية في كل ميليليتر من الدم بعد كم المدة إذن تغييرات دائما نربطها بالعادة يعني الضاهرة هنا ودائما مع المتغير هنا الزمان إذن في البداية يعني بداية تعفون سجلت تقريبا أزياد من 900 خالية ثم في النهاية نلاحظ بعد تقريبا عشر سنوات وصل إلى 50 إذن ونكتب المصف انخفض عدد لنفويات تأربعة بعد التاففون بفيروس بياش حيث انتقلت قريبا من أزياد من 900 خالية ليصل إلى قيمة أقل من 50 خالية في كل ميليليتر من البلازمة بعد مرور عشر سنوات دائما نسقط على الخط العمودي وعلى الخط الأفقي الذي يعبر عن المتغير الآن نمر إلى عدد فيما يخص الحمولة الفيروسية ماذا نلاحظ هل هناك فقط ارتفاع من الخفاء نسجل أن هناك تغيرات انتبهوا هنا فيما يخص الوصف يجب أن نتجنب على أن نقول على أن المنحنة يرتفع أو ينخفض أحيانا نجد إجابات في الامتحال الوطني لبعض التلاميذ يجيبون على أن المنحنة يرتفع ويعطي قيام وهذا يجب تجنبه لأن هنا يجب أن نربطها بالظاهرة إذن الخط المتصل هنا يشير إلى الحمولة الفيروسية نقرأها في المحوار المتضمي لذلك ونقول على أن الحمولة الفيروسية ترتفع أو عدد نسخ الـ IRN يرتفع يعني في البداية كان من عادي مصف مع أمور الزمن في مرحلة أولى يرتفع إلى أن يصل القيمة قصوى تقريباً إذن يجب قراءتها في ماذا؟ إذن يجب إسقاطها على المحوار المتضمي لذلك الذي يمثل الحمولة الفيروسية إذن هنا تقريباً بين 10 و 6 و 10 و 7 نسخة من الـ IRN في كل ميليليتر إذن هذا مرحلة أولى لاحظوا ثم المرحلة الثانية ماذا يحدث للفيروس؟ للحمولة الفيروسية عدد النسخة الـ IRN نسجل أنه ينخفضك ويبقى مستقراً إلى أن يصل بعد 8 سنوات دائماً تقريباً في قيمة بين 10 و 3 و 10 و 4 بعد ذلك ماذا يحدث لي؟ هذه الحمولة نلاحظ أنها ترتفع تدريجياً إلى قيمة قصوى حتى يسجل موت هذا الفرد نلاحظوا مرحلة ثالثة إذن يجب أن نسجل هناك ثلاث تغييرات هناك ارتفاع ثم هناك انخفاض ثم بعد ذلك ارتفاع آخر ونكتب ارتفعت الحمولة الفيروسية بشكل سريع لتصل قيمة قصوى بين 10 و 6 و 10 و 7 نسخة في كل مليلتر من البلازمة عند الأسبوع السادس ثم انخفضت بشكل سريع أيضاً لاحظوا في ظرف وجيز انخفضت لتستقر بعد ذلك في قيمة الدنيا كم هي ما أسقطنا هنا في محور الراتب بين 10 و 3 و 10 و 4 متى يعني إلى حدود 8 سنوات ثم عاودت الارتفاع انخفضت واستمر لاحظوا هذا الانخفاض واستمرت هذه القيمة وفي حدود 8 سنوات ارتفعت من جديد ثم عاودت الارتفاع بدلت تصل إلى القيمة تفوق تقريباً 10 و 7 نسخة IRN في كل البلازمة دائماً نعطي مراجع هنا يعني نشير إلى القيم التي نقرؤها في محور الراتب هنا وكذلك إسقاط في محور الأباصيل لنحدد الزمن إذن أهمية الوصف يجب انطلاقاً من وصفك يمكن لآخر لم يرى هذا المبيان أن ينجز هذا المبيان إذن هكذا يمكن أن نعرف أن الوصف ساليم إذن يجب من الوصف على شكل جمال أن نصل إلى إنجاز نفس المنحانة يعني لهذا يجب دائماً التزام الدقة في الوصف بحيث يجب نشير إلى مختلف التغيرات وذلك بإسقاطات على محورين الأراتب وكذلك على محور الأفاصيل الآن السؤال هو ثم يستنتج تأثير التعفون بفيروس VH على الاستجابة المناعية يستنتج تأثير هذا التعفون إذن ماذا حدث هنا ماذا نلاحظ انطلاقاً من المبيان أنه عندما يرتفع ماذا يحدث للنفوية تأربعة تنخفض وماذا رأينا فيما يخص لنفوية تأربعة هنا نستعمل كذلك مكتسباتنا في الدرس على أنه يقضي على لنفوية التأربعة والتأربعة إذا تم القضاء عليه فهي لا تلعب دور مهم في تنشيط كلا المسلكين المسلك الخلوي والمسلك الخلطي إذن بالتالي سيحدث ماذا تدمير للجهاز المناعي إذن نقول على أن التعفون بفيروس VH يؤدي إلى نقصان كبير في عدد هذا إضاف الجهاز المناعي فيصبح الجسم عرضة للأمراض الانتهازية إذن هكذا نجيب على السؤال بعد ذلك ننتقل نستمر في التمرين اتفق الباحثون حاليا على أن فعالية أي لقاح ضد VH ترتبط بقدرته على تنشيط الاستجابة المناعية النوعية لإيجاد لقاح ضد الفيروس أنجزة الدراسة الآتية لاحظوا هذا معطى يجب أن نحتفظه لأنه سنستعمله في الإجابات الأسئلة الموالية لتجريب اللقاح تم الاعتماد على مجموعتين من القراضة غير المصابة بالVH المجموعة الأولى حقنة خمس مرات باللقاح المراد تجريبه والمجموعة الثانية لم تخضع لأي حقن فهي شاهدة بعد ذلك حقنة قراضة المجموعتين بVH تم قياس نسبة لنفاوية التي تمانية النوعية للVH في دام قراضة المجموعتين تقدم الوثيقة اثنان النتائج المحصلة السؤال الثاني ماذا يقول قارن تطور نسبة لنفاوية التي تمانية النوعية للVH بين القراضة الملقحة والقراضة غير الملقحة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى ثم استنتج ماذا؟ ثم استنتج خاصية الاستجابة المناعية التي تفسر الاختلاف الملاحظ إذن هنا عزائي التلاميذ إذن طرقا من قراءتنا للسؤال يجب أن نفهم ما هو المطلوب إذن هنا المطلوب فهو سؤال مركب لاحظوا قارن ثم كذلك مطلبنا استنتج إذن يجب أن نقارن والنفصلة بين الجوابين حتى نمكن من الحصول على النقطة كاملة إذن المقارنة ثم الاستنتج المقارنة ماذا؟ تطور نسب اللنفاويات النوية الخاصة هنا ضد الVH بين القراضة الملقحة والغير الملقحة خلال ماذا؟ خلال الأسابيع الثلاثة أسابيع الأولى هذا ما طلب مننا ثم استنتج خاصية الاستجابة التي تفسر الاختلاف الملاحظ نرجع الآن للمبيان قلنا على إن دائما الوصف هنا لدينا لدينا وثيقة عبارة عن المبيان تتضمن منحنيين نطلبنا وصف خلال الأسابيع الثلاثة الأولى يجب دائما في بداية دائما المبيان أن نحدد ما هي الظاهرة مدرسة هنا نتتبع نسبة لنفاويات الثلاثة النوية ضد الVH وحدات استلاحية بدلالة الزمن بالأسابيع ومثلنا منحنيين لمعرفة دلالة كل منحنة نرجع إلى المفتاح الجانب هنا بنقطة سوداء يدل على القردة الملقحة مجموعة واحد وبالنسبة المنحنة الذي رمز له بخط مع مربع فارغ هنا يدل على قردة غير ملقحة أشرنا بلون أخضر ماذا نقول ماذا نلاحظ ماذا تقولون عزيز الثلاميذ هنا ماذا نجيب إذن نطلب مقارنة إذن المقارنة يجب أن تتضمن أكبر أو أقل ارتفاع أكثر حدة من الآخر أو أقل من الآخر نرجع الآن إلى الميبيان ماذا نلاحظ عند القردة الملقحة كيف هي نسبة لنفاوية تيتمانية النوعية ضد الثي نلاحظ أنها ترتفع بشكل كبير لتصل تقريبا لسبع وحدات صلاحية مقارنة مع ماذا مع القردة غير الملقحة كيف كان ارتفاع نسبة لنفاوية تيتمانية فهو ضعيف بالمقارنة مع ارتفاع نسبة لنفاوية تيتمانية عند القردة الملقحة ماذا نجيب نحاول أن نصير جملة مفيدة في المقارنة نقول عند القردة الملقحة وبالمقارنة مع القردة غير الملقحة فإنتاج تيتمانية سريع حيث أنه أسبوع بدتعرض لفيروس بدل السبوعين عند غير الملقحة فقط أسبوع ارتفع لنسبة وكذلك قوي إذن فارتفاع كان أسرع من حالة عند القردة غير الملقحة كذلك قويا لأننا نلاحظ أنه وصل هنا كنسبة سبع وحدات مقارنة مع وحدتين عند القردة غير الملقحة والمطلوب مننا سنتج خاصية الاستجابة المناعية التي تفسر الاختلاف الملاحظ إذن في نظركم ماذا إلى ماذا يعزى هذا الاختلاف هنا ارتفاع كبير وهنا ارتفاع ضعيف هذا يذكرنا بماذا عزيزي التنمي سنرجع إلى الدرس ودرسنا خاصية الاستجابة النوية من خلال تتبعنا متنم لمضادات الأسام لاحظنا في الحقل الأول كان هناك ضعيف وفي الحقل الثاني كان مرتفع قويا وكان فوريا وفسرنا ذلك بماذا نعم بوجود ذاكرة مناعية يعني أن تكونت لنفويات ذاكرة هي التي مكنت من من أن يمكن هناك استجابة فورية ومهمة فعالة إذن هنا أكيد ستجيبون في هذه الحالة فهي تشبه هو الحالة الأولى نقول على أن هنا فالاختلاف الملاحظ ناتج عن الذاكرة المناعية ونكتب الخاصية التي تفسر الاختلاف الملاحظ هي الذاكرة المناعية نتميم تم قياس الحمولة الحمولة الفيروسية عند قرادة المجموعتين واحد واثنان بعد مرور تمانية أسابيع ثم بعد مرور 24 وسبوعا من التعرض لفيروس باش وتقدموا الوثيقات نتائج المحصل عليها إذن بعد ذلك تتبعنا قياس الحمولة الفيروسية عند قرادة المجموعتين بعد تمانية أسابيع وبعد 24 ساعة المطلوب منا هنا في السؤال أعزائي التلاميذ هنا قارن الحمولة الفيروسية بين القرادة الملقحة والقرادة غير الملقحة ثم استنتج ثم استنتج تأثير لقاح المجرد على الحمولة الفيروسية ماذا نلاحظ إذن بعد تمانية أسابيع عند القرادة الملقحة كانت قريبا تركيز فهو 15 أسربعة طعيف لكن عند هذه القرادة الغير الملقحة 25 أسربعة لكن عند القرادة الملقحة فقط 15 أسربعة فيما يخص الحمولة الفيروسية إذن القرادة الملقحة العادة فهو منخافض مقارنة مع الغير الملقحة بعد 24 أسبوع ماذا نلاحظ أن العادة عند الغير الملقحة يرتفع بشكل كبير إلى 50 أسربعة مقارنة دائما عن القرادة الملقحة يبقى 15 أسربعة ونكتب في المقارنة الأسبوع الثامن تبلغ الحمولة الفيروسية قيمة 25 أسربعة نصها في كل من البلازمة بالنسبة للقرادة غير الملقحة في حين لا تتجاوز 15 أسربعة في كل من البلازمة بالنسبة للقرادة الملقحة الآن بعد 24 أسبوع نلاحظ أن الحمولة الفيروسية نعبر عن ذلك تصل قيمة 50 أسربعة في حين تبقى تابتة إذن فهي هنا أكبر بكبير بكثير مقارنة مع الحمولة الفيروسية عند القرادة غير القرادة الملقحة إذن ماذا نستنتيج في نظركم أعزائي الثلاميذ ماذا نستنتيج بمخصصة تأثير لقاح المجرب هنا إذن فهنا هل كان عدد الحمولة العدد الفيروسات مرتفع عند الملقحة نلاحظ أنه كان منخفضا لاحظوا فقط 15 أسربعة إذن فهو ماذا يمنع ماذا يمنع تكاتور إننا نقول على أن اللقاح المجرب يمنع تكاتور الفيروس إذن لمعرفة تأثير هذا اللقاح سنتدرج في التمرين ووضع السؤال الرابع بالاعتماد على الوثيقة الرابعة وعلى إجابتك على السؤال 2 و 3 فسير آلية عمل اللقاح المجرب عند القرادة المدروسة كيف يعمل هذا اللقاح لاحظوا معي هنا ماذا يمثل هذا الرسمين وهنا اللنفاوية القاتلة تؤثر على اللنفاوية T4 عن طريق إفراز رسائل كيميائية تقضي من خلالها على اللنفاوية T4 وهنا تحرير البيربرين والغرونزين وتقضي على اللنفاوية T4 إذن هناك آليتين سواء عن طريق رسائل كيميائية أو طريق تحرير البيربرين والغرونزين الذي يحدث تقبل وتضمر للمفاوية T4 لكن قبل ذلك إذن هنا التلقيح نشاطة ماذا إذا رجعنا لكي نجيب جواب السؤالين 2 و 3 فهو قام بالترى في البداية نشاطة اللنفاويات نشاطة اللنفاويات T8 وكوانة T8 الذاكرة وكذلك T8 قاتلة هذه T8 القاتلة فهي تهاجم اللنفاوية T4 المعفنة لاحظوا هنا بطريقتين سواء عن طريق رسائل كيميائية أو عن طريق تحرير البرفورين والغرونزين ونعبر عن ذلك حقنا اللقاح المجرب أدى إلى ارتفاع نسبة T8 وبالتالي ارتفاع نسبة اللنفاويات القاتلة التي تؤدي إلى هدم اللنفاويات T4 المعفنة بVH عن طريق إفراز البرفورين والغرونزين ورسائل كيميائية تحدث ماذا انتحاراً خلوياً يؤدي إلى انحلال خلايا المعفنة وبالتالي نقصان عدد لنفاويات تأرضى المعفنة ومنه سيمكن وبهذا سيمكن الخفاض الحمولة الفيروسية وبالتالي ماذا؟ تفادي ظهور الأمراض الانتهازية إذن هكذا يكون قد أجبنا على أسئلة الامتحان تمرين رقم ربعة من الامتحان الوطني دائماً نقرأ المعطيات تمرين بيتمعون نلاحظ الوطائق نرجع دائماً إلى الدرس بحيث نحاول أن نوظف مكتسباتنا ودائماً نبقى خاضعين للأسئلة والفعل الإجرائي ذلك الفعل المطلوب الأمر المطلوب منا حتى نجيب بشكل صحيح هذا السؤال إلى هنا أعزائي الثلام تنتهي حصتنا وعلى أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة استودعكم الله والسلام عليكم